وتواصلا مع حركة سير الرحلات في مطار الكويت الدولي فقد أكدت الإدارة العامة لطيران المدني انسيابية حركة سير المسافرين داخل مبنى المطار رغم العدد الكبير للمسافرين في هذا الوقت والذي يتزامن مع موسم السفر وكانت الإدارة العامة لطيران المدني قد نفت في وقت سابق الإشاعات التي وردت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي أشأرت إلى وجود ازدحام شديد في المطار دعايتنا المواطنين والمقيمين للالتفات إلى ما يتم نشره عبر المواقع الرسمية